لا حساب ولا عقاب ولا ملاحقة ولا مسائلة تستمر الميليشيات الطائفية في العراق بارتكاب المجزرة تلو الأخرى مهددة أمن بغداد ومناطق شمال وغرب وجنوب البلاد مستغلة النهج الإفلات من العقاب وهو ما أعطاها شبه حصانة من الملاحقة القانونية تحت ذريعة عدم إثارة أزمة سياسية أو أمنية ما جعل حكومة الكاظمي محل انتقادات لاذعة من حقوقينا وناشطين مصادر سياسية كشفت عن وجود ما وصفته بالتخدير الحكومي بهذا الشأن عبر تشكيل لجان تحقيقية لا تنتهي إلى أي نتائج بصدد الجرائم التي ترتكبها الميليشيات كل مرة كاستهداف الناشطين والمتظاهرين في بغداد والمحافظات المنتفظة عضو التيار المدني علي الفتلاوي قال إن الحكومة أضعف من أن تواجه الميليشيات رغم امتلاكها أدلة تثبت تورطها بجرائم مروعة لكنها تخشى فتح جبهة مواجهة مفتوحة معها لأن قوى لا دولة أقوى منها حسب تعبيره الفتلاوي أوضح أن الميليشيات المؤلية لإيران نجحت في غبط إيقاع الحكومة لصالحها وما يثبت ذلك عدم تقديم أي عنصر في تلك الميليشيات إلى القضاء حتى الآن ضباط ومنتسبون أوقفوا عن العمل بحسب صحيفة العربي الجديد اللندنية بسبب ارتكابهم جرائم فساد لكنهم أعيدوا إلى الخدمة بعد توسطهم لدى ميليشيات حزب الله مثلا وهو ما كشفه ضابط في قيادة عمليات بغداد موضحا أن الحكومة لا رغبة لها بمواجهة الميليشيات والضابط يعي جيدا أن الحكومة لن تحميه من الدولة العميقة وقد أغلقت كثير من الجرائم دون أي محاسبة لأفراد الميليشيات الذين ارتكبوها عضو نقابة المحامين العراقيين جاسم الساعد قال إن قيادات الميليشيات والأحزاب المرتبطة بها تمارس ضغوطا على الحكومة والسلطة القضائية إذا قبض على أي من عناصرها بجريمة معينة ليتم بعدها استثناؤه والتعامل معه بخصوصية ثم إطلاق سراحه وبين الدولة العميقة والدولة المفقودة يبقى العراقيون يائنون من جرائم الميليشيات التي لا تجد من يحاسبها ويقتص منها